من المعالم التاريخية البارزة في مدينة تشججع عاصمة ولاية تقانت دار الشيخ سيد عبد الله وللحاج براهيم رحمه الله تلك آذار مصلى الذي كان يقرأ فيه أذكاره ويدرس المقربين من تلاميذه فالدار حاضنة علمية ورقن معرفي يأوي إليه الراغبون في طلب العلم هذه الدار كانت هي منبع إشعاء العلم في المنطقة كان لأنه كانوا يرتادوا جميع طلاب من النامية أنحاء العالم وخاصة من موريتاني وخرج فيها أكثر من أربعين عالم ومنهم هل تجدوا يوعد فيهم سبعة أو ثمانية أبناء تجدوا الثاني إلا من تلاميذ اللي يجوه من خارج وهي معلم تاريخي وما زاد صامدة رغم منها الدهر عاديات الدهر على لكنها إثار العلم علم ما زال ينتشر قد لا تعلم تلك الشاتو أن مكان رعيها كان مرتعا لطلاب العلم الوافدين من مختلف المناطق قبل أن تعتدي يد الزمن على هذا الصرح العتيد خصوصا إذا ما علمنا أن الشيخ سيد عبد الله خرج أيضا إلى مناطق أخرى نشر فيها علمه دار كانت بل سكناه بل سكناه دار سكناه والعلم في الحقيقة امتشر الله خارجي به اللي من يجيهون قبل قدر من التلاميذ في مولاد عمه وفيهم الناس الثاني وبدء العلم شغل الشغل أنه طهر الأرض من اللوزان والكبر والشرك والطباق الضلوين لأولاد العام وحدث ما حدث ثم ذهب إلى الرقيبة وأصبحت الرقيبة هي هي المحرارة الكبيرة لم تكن دار سيد عبد الله بعيدة من المسجد فقد كان يمر من هذه الطريق متجها إلى الجامع العتيق الذي أسس بجانبه مدرسة جامعة أطلق عليها الدويرة أسس ما يسمى أيضا بدويرة الدويرة هي تصقير للدار التصقير عند العربي يدل على التعظيم أحيانا وكانت هذه عبارة عن أول جامعة حيث لا يلج إلى الدويرة إلا من أراد التخصص من لا يريد التخصص يبقى في المحضرة فيدرس العلوم الأولية وما يجب على المسلم معرفته من أحكامه الشرعية ويطالب أحفاده وطلابه الجهات الواصية بالاهتمام بهذا الإرث التاريخي المشترك والذي يعتبر فخرا لكل الموريتانيين لقناة المرابطون محمد يسلم الخارد من مدينة تشغجة بولاية تقانت